نتحدث قليلا عن موضوع أبل والسامسونج واضح أن أبل تذهب في عدائها إلى حدود قصوى تريد أن تقطع الطريق على أي منتجات حتى قبل أن تفاعل موضوع الغرامة وموضوع المحاكمة هل برأيك تستطيع أبل؟ هل هناك محابات لأبل في المنطقة الأمريكية أو حتى في السوق الأمريكية أو المحاكم الأمريكية ويمكن أن تستغل هذا الأمر لصالحها ضد سامسونج؟ نظر الاقتصادية تماما للواتر المتحدة الأمريكية هناك دائما في مركات معينة تشير الأسواق الأمريكية إن كانت مكدونالز، إن كانت نايكي، إن كانت هولوود وكان منها أبل في علامة تشارية أمريكية محضرة في أشياء بتوضح الهوية الأمريكية فتعتبر أبل من أهم الأشياء أو من أهم العلامات يعني هل يتدخل أيضا في قرار محكمة؟ قد يتدخل في هذا الأمر؟ هو ممكن أن يتدخل في قرار محكمة لأنه بيكون ليه عائد اقتصادي إذن فعلا ما توقفت مبيعات سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي رفع مستوات مبيعات أبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكنتيجة كندا لأن طبعا معظم الأخبار أو معظم التوقعات الإقتصادية بالنسبة للقطاع التكنولوجي أو عديد من القطاعات دائما بتكون هي واحدة ما بين الولايات المتحدة أو موحدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية يعني هل ستتطبق أيضا على كندا؟ ممكن ممكن فهي يتم تطبيقها في كندا وخصوصا حتى أسعار أبل في كندا تتعبر إيه نفس أسعارها في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن نفس حتى مستواتي ضدار الدرائب وبالتالي إذا ما فعلا تم وقف بيع سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية قد يتم وقف بيعها في أو زيادة مبيعات حتى يعني بلاش نقول وقف بيعها في كندا ولكن زيادة مبيعات أبل في الفترة المقبلة في كندا هذا بيكون يعاد اقتصادي قوي جدا على معظم تحركات أبل أو حتى حتى سعر السهم أبل داخل أسواق الأمريكية وبالتالي ليه عائد على اقتصاد الأمريكي المشكلة مع سامسونج اللي هي موضوع التكنولوجيا والحقوق الفكرية وما إلى ذلك وكان أمر متوقع خصوصا أن هناك يعني أصبحت أبل هي كونها بس براند ولكن إذا ما تحدثنا عن السوفتوير أو البرمجيات إذا ما تحدثنا عن الهاردوير هي كلها يعني قطع مجمع كلها قطع مجمع من شركات أيضا أسيوية حتى في بعض القطع من سامسونج يعني خالف سامسونج أنا لن أخسر علاقتي مع أبل لأن هناك في بزنس يعني هناك في عملية في أعمال يعني بقوم بين الشركتين في بعض القطاعات الأخرى وبالتالي عملية الخسارة ولكن هي قبل بس تقوم بتحجيم سامسونج في أسواق أمريكا الشمالية تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ولكن سامسونج ما زالت من أهم الشركات أو أقوى الشركات في الاقتصاد الإنسان طيب فعلا يعني هذا يجرنا فعلا لو لم تكن قوية بهذا الحجم لما يعني استرخت قليلا أبل بهذا الاتجاه طيب معناتها سامسونج سيكون لها رد عنيف لاحقا هي سترود فقط في المنتج يعني لا يوجد أي رد أقوى من ذلك ومستوى الحجم السوقي طيب يعني إن كانت الصين والمناطق الآسيوية في كتير يقولون في المناطق الآسيوية لا يعرفون أبل هم يرغبون بسامسونج وحتى باعتبار أنه سامسونج كتير منتج أسهل لهم وأرخص هو شوفي هو يمكن من ناحية البرمجيات يمكن سامسونج وأبل اتفق في عديد من الوظائف أو في عديد من الأمور في الفترة الماضية الأمر فعلا اللي جعل لها عملية تفضيل منتج عن منتج آخر يمكن سامسونج رأيناها بقوة في معظم الاقتصادات الأسيوية في كوريا في الصين ولكن إذا ما قررنا ما بين أبل وأبل وسامسونج في الصين نحن تحدث أن أبل الشركة أقوى بكتير من سامسونج لأن حتى إذا فعلا أبل ما تمت أنها اخترقت الأسواق الصينية الأسواق الصينية تعتبر من أهم القوى الشرائية في الاقتصاد الأسيو وبالتالي رأينا ارتفاعات يمكن حتى بعد توقعات أن هناك آيفون 5 أو الفئة الخامسة أو الجيل الخامس من الآيفون يمكن أن هناك توقعات قد يتم إصدار الأسواق مع نهاية العام وبالتالي قد نرى مزيد من المعادة بالنسبة لأبل ولكن مرة أخرى سامسونج تعتبر من أهم الشركات التصالات في الاقتصاد الأسيوي خصوصا كوريا واليابان إذا ما قررناها بمستوى مبيعات أبل في الصين وفي الدول الأسيوية واليوم تقريبا أنا كل يوم أفرد ولو جزء من هذه الفقرة لقطاع تكنولوجيا باعتبار أننا نتحدث عن أكبر شركة في التاريخ بالحجم السوقي هي أبل وهي تتكلم عن هواتف نقالة عن مبيعات أو سامسونج ويبدو أنها قد أبعدت من طريقها جنرال إلكتريك جنرال موتورز حتى بوينغ يعني نرى أنه فعلا الشركات التي تتعامل مع المستهلك مع المستهلك حتى البسيط والعادي هي الأقوى طيب برأيك الشركات شركات الاتصالات الأخرى أين ذهبت؟ هل ستذهب مرد الريح يعني بالنسبة الريسيرش إن موشن أو بلاك التي تصدر بلاك بيري نوكيا موتورولا أين ذهبت تلك الشركات؟ يمكن من أهم العلامات أو من أهم الدروس المستفادة من أهم الدروس اللي رأيناها منذ بداية الأزمة في عام 2008 كانت عملية الميرجنج أو عملية التدخل ما بين الشركات الشركات الكبرى بتشتري الشركات الصغرى أو الشركات حتى القوية ماليا بتشتري الشركات المتعاثفة ماليا يمكن حتى هذا رأيناها في قطاع البنكي رأيناها في قطاع المصرفي رأيناها في قطاع السيارات يمكننا رأينا النسان ورينو رأينا دائما هناك في عملية إدماج ما بين الشركات الكبرى والصغرى قد نرى معظم الشركات التي تواجه مشاكل مليئة خصوصا عن رأسها الشركة نوكيا التي رأينا حصار في المبيعات بشكل قوي جدا على الرغم من وضع عديد من البرامجيات الجديدة وكان لها تأثير على الاقتصاد الفنلندي في الفترة الماضية على الرغم من أنها كلها تتم أيضا تصنيعها في الصين ولكن مرة أخرى قد نرى دمج ما بين الشركات قد نرى مثلا شركة مترولا متعقع أن شركة مترولا قد تكون بشراء ري ام أو دمج ما بين الشركتين وخصوصا أن مترولا كان يعتبر من أهم مصادر الرؤوسة الأموال في مترولا هي آتية من جوجل وبالتالي نحن نتحدث عن شركة قوية دائما في شكل جديد في شركة أقوى ستبتلع تقريبا الحصة السوقية للبقية أشكرك شريف سنة دائما لا ينتهي الحديث عن هذه الصراعات والتنافسات حروب على الأرض وحروب أيضا في المال